السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناة ملتا البروف إذن في بلاغ وزاري عاجل أصدرت وزارة التربية والوطنية مذكرة بخصوص إلغاء تنظيم الامتحان الموحد المحلي للسنة النهائية للسلك الابتدائي والسلك الاعدادي بمعنى إلغاء الامتحان الموحد المحلي للسنة السادسة ابتدائي وللسنة التاسعة أي الثالثة اعدادي إذن هذا بلاغ قد يصر الكثيرين وقد يغضب البعض من التلاميذ إذن فقد جاء في البلاغ أنه انطلاقا لاتبار المعطيات الحالة الوبائية التي تعرفها بلادنا بارتباط مع جائحة كورونا وكوفيد-19 وكذلك انطلاقا من الحرص على ضمان استمرار تقويم تعلمات التلاميذ والتلميذات طبقا للمبادئ والمرتكازات التي يستند إليه نظام التقويم الوطني القائم لم يبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق وتابعا لمتطلبات من السلامة الصحية للتلميذات والتلميذ ومختلف المتدخلين في العمليات ذات صلة فإنه يشرف الوزراء إبلغكم أنه تقرر إلغاء إجراء الامتاح الموحد المحلي للسنة النهائية للسلك الابتدائي والسنة النهائية للسلك الثانوي الإيدادي في الموعد المعلن عنه في مقرار تنظيم السنة الدراسية 2021-2020 المشار إليه في المرجع أعلى وستتم إذن من بعد هذا الشيء ستتم الموافاة المداريز وموافاة جميع القطاعات بالإجراءات المترتبة عن هذا القرار والتي سيتم تحديد وعافظة تطور مؤشرات الوضعية الوبائية ببلادنا إذن لنبغي نوضح أنه في الموضوعين إلغاء تنظيم الامتاح الموحد المحلي للسنة النهائية للسلك الابتدائي والسلك الإعدادي ولكن كما تقرأوا هنا فإلغاء إجراء الامتاح الموحد المحلي للسنة النهائية للسلك الابتدائي والسنة النهائية للسنة النهائية للسنة الإعدادي في الموعد المعلن عنه في المقرار تنظيم السنة الدراسية 2021-2020 إذن فهذا ما كدلش أنه غدي تم إلغاء تام لعادة السيغاء هذه إذن فهذا السيغاء هذه كما موضحين هنا فرغم غديش يكون إلغاء تام وإنما يمكنك الإلغاء في الدورة الثانية يعني انه يتبه أن تلغير تاريخه إذن هذه يمكنك إلغاء تاريخه هذه يرجع تاريخه في الدورة الثانية أو حسب الوضعية الوبائية إذن لا شيء قرار نهائي الذي ألغي فهو الموعد المعلن عنه إذن لنبدأ للبل مزيان يعني هذي ماشي إذن تلاميذ تلاميذ تصيروا وجدوا دروسكم راجع كأنه كان عندك امتحان لأنه راك مزا ما تتبوح أصلا بالامتحان الجهة وفي الأخير ما تتبوح بالامتحان الإقليمي بمخص بالمستوى السادس إذن هذا وهذا البلاء فهو ماشي أنه يوقفك على المصار اللي انت غادي فيك تراجع فيه وإنما يكمل المراجعة ديالك لأنه المعيد تلقى يعني المقرر اللي كان مقرر في عشرين في الشهر ولكن هذا لا يعني أنه الامتحان ألغية تماما الذي ألغية هو الموعد المعلن عنه إذن الموعد الموعد اللي كان في المقرر سنة تنظيم سنة الدراسية هو عشرين في شهر يناير الفين الفين وواحد وعشرين هذا الموعد تم إلغاؤه الموضوع هنا ليس إلغاء الموحل بصفة نهائية وإنما إلغاء الموعد يعني رأي قدر حسب الحالة الوبائية إذن حسب الحالة الوبائية بالمغرب فأنه يمكن أو تنيني تبرمج أو تنيني في الدورة الثانية أي تبرمج في الدورة الثانية إذن أنت مازال متبوع بالامتحان الموحد الذي أعلن في هذا الموضوع هذا في هذا البلاء الذي أعلن هو إلغاء الموعد وفي انتظار بقي التوضيحات لأن هذا البلاء ستصدر هذه الساعة قريبا إذن في انتظار التوضيحات التي ستزبعها للبلاء ننتظر وسنوفيكم بكل جديد إن شاء الله إذن دمتم في رعاية الله وحفظه نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله وإلى اللقاء لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله